طبعا اه احنا احنا اللي بيتهم العلم في الحكاية دي غلطان لان العلم بريء لكن سوء استخدام العلم المسألة مسألة الاخلاق مش العلم ولا برضو اشارة الى ان الاخلاق دي شيء خطير جدا لان مجرد سوء استعمال سلاح زي ده ممكن ينهي العالم كله فاشوف قد ايه حكاية شر والخير شر الانسان وخيره وعشان كده الله سبحانه تعالى يقول للنبي وانك لعلى خلق عظيم ما قالش وانك لعلى علم عظيم ليه لخطورة كلمة خلق لان العلم ما هو العلم ممكن يحصله في المدارس وثبت ان فيه بدأ المخترع الف عبر التاريخ انما اللي صعب اوي ان الانسان يكون على خلق ويكون خير ويجاهد نفسه ويكبح طمعه دي هي مسألة الصعب فلما ربنا سبحانه تعالى بيقول للنبي وانك لعلى خلق عظيم فعلا بيتوجه بالشيء الصعب ما قالش وانك لعلى علم عظيم لان نسابة ان العلم لا حيود ولا حيجيب ده العلم ممكن اذا ازعت استخدامه يجيب اجل الكون كله اشتركوا في القناة